السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات من أستاذ محمد بخاري في هذا الفيديو إن شاء الله سندر معكم نموذج رقم اثنان من فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة الدورة الثانية من مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي من بعد ما درس معكم النموذج الأول لغاية القاوة اللي ينديله في الديسك خبس اليوم إن شاء الله سندرون نموذج رقم اثنان دائما في مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي وهذا الفيديو سيكون برعاية قناة تربويات من أستاذ محمد البخاري إذن عندي هنا ربعات الأنشيطات كما العادة كما عودتكم ربعات الأنشيطات لتدير الأنشيطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية وجدد الترحب بكل متتبع جديد على نظام القناة ديلي أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس بشوق وصلكم جميع الفيديوهات اللي كان قدم بالنسبة للمتتبعين الأوفياء لدائما حضرين في القناة كرحب بكم وأطلب منكم كذلك أن تشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديلكم باش الفيديوهات ديل القناة تيوصلوا الأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات والمستفيدين والمستفيدات إن شاء الله من التلاميذ المغاربة مرحبا بكم إذن نبدأ على بركة الله النشاط رقم واحد عليها ربعا ديال النقاط أصل بخط العلاقة الغذائية بتعريفها المناسب إذن كما تعرفوا بأنه في واحد الوسط بيكين بزاف ديالعلاقات مبين الكائنة الحية وهذه العلاقات من طبعا الحال كتكون علاقات مبنية على الغذاء يعني علاقات غذائية ومن أهم العلاقات الغذائية التي نعرفها وهي علاقات التنافس، التعاون، الافتراس والتطفل سنعرف كل علاقة وتعريفها ما معنى التنافس ما معنى التعاون ما معنى الافتراس وما معنى التطفل إذن بالنسبة للتنافس واشهو علاقة منفعة بين كائنين علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر علاقة يتضرر فيها الطرفين هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي إذن التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين التنافس كيكون الضرر للطرفين إذن التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين لأنه كيحدث شجار ولا تنافس ما بين كائنين حيين يقدر يكونوا من نفس النوع على مثلا المسكن أو لا على المأكل وبذلك يتضرر الطرفين مثلا واحد ممكن يحصل على جروح خطيرة واحد ممكن يموت مثلا من بين هذين المتنفسين مزيلا التعاون إذا بالتعاون وشي علاقة منفعة بين كائنين علاقة استفادة كائن على حساب كائن أخر أو لا هي علاقة الأكثر منتشارا في الوسط البيئي إذا التعاون هي علاقة منفعة بين كائنين ونذكر مثلا وهو مثال النحلة مع الوردة مثلا أو الزهرة إذا ذلك الزهرة تستفيد من النحلة والنحلة تستفيد من حبوب اللقاح لها الزهرة مزيلا نمر إلى الافتراس الافتراس هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي هي علاقة بين كائنين حيين وهي العلاقة التي تخلص الوسط البيئي من الكائنات من الحيوانات المريضة والضعيفة وهو يبقى لنا التطفل العلاقة دي للتطفل هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن أخر بحيث يكون واحد الكائن مستفد واحد الكائن ما مستفدش يعني متضرر مفهوم هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر ندوز الآن إلى النشاط رقم اثنان نتبه معي دائما لنشاط رقم اثنان أحط بخط التعريف الصحيح للتوازل البيئي ماذا نقصد بالتوازل البيئي؟ التوازل البيئي هو التوازن بين المكونات الإحيائية فقط ولا هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية ولا هو التوازن بين المكونات الغير الإحيائية إذن التوازن البيئي لكيليبر في واحد الإيكو سيستام يعني التوازن في واحد الوسط البيئي التوازن داخل وسط البيئي هو التوازن الذي سيحصل ما بين المكونات الإحيائية أي الكائنات الحية والمكونات غير الإحيائية أي الكائنات غير الحية وبالتالي تعريف المناسب للتوازن البيئي وهو التعريف يعني التوازن البيئي هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية وبهذا سنحصلنا إلى نقطة في هذا النشاط رقبتنا ندوزو النشاط رقم ثلاثة وهو en فرنسا اختبر خيami ثلاثة وهو позволيشف ننوز؟ المن كونات هذا الكنيسver و أفي ناء هذا البيئي أنا نجول العائمة إذن الإalypt HSW Isaac 1B هو ماذا ووساطنا طبع اليهجizado ، له ، finalقاء ، donde نجح في كل قائح ج Gabe Mukaouينات إحيائيه و مكوينات غير إحيائيه إذن الإ �لقيقة أيبد إيرم وصططح ويوجد مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية إحيائية الإكوهسيستام وميليو ناترال ويوجد مكونات غير إحيائية ثم هذه السؤالة لتجعي النقطة يعني نقطة لكل فراغ سنجعل النشاط الرابع وهو النشاط المتعلق بصحيح أو خطأ وهو النشاط الأخير إذن أجيب بصحيح أو خطأ السؤال عليه جوجي النقطة 0.5 لكل عبارة إذن من طبيعة الحال هنا كل عبارة سنجعل إما صحيح أو خطأ إذا كانت العبارة صحيحة قد نكتب صحيح إذا كانت العبارة خطأ نكتب خطأ توجد في الوسط البيئي المكونات الإحيائية فقط إذن هنا عبارة خاطئة إذن نكتب خطأ لماذا؟ لأنه في الوسط البيئي هناك مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية الوسط البيئي أصلا تعرف ديله ومكان طبيعي سواء مائي أو بري تعيش فيه الكائنات الحية والمكونات الغير إحيائية إذن في الوسط البيئي يتكون من المكونات الحيائية والمكونات غير إحيائية ترتبط المكونات الإحيائية فيما بينها بعلاقات غذائية داخل وسط بيئي صحيح إذن الوسط البيئي يمتاز بوجود علاقات غذائية كثيرة بين هذه العلاقات هما العلاقات التي ذكرنا في السؤال أو في النشاط القم واحد تنافس تعامل الفترس والتطفل إذن المكونات الإحيائية أي الكائنات الحية من حيوانات وديدان وحشرات إلى غير ذلك هناك علاقة أو علاقات غذائية ما بين هذه المكونات الإحيائية داخل هذا الوسط البيئي دوزو العبارة الثالثة التعاون هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر إذن التعاون وش هو فعلا علاقة يستفيد كائن ويتضرر كائن آخر إذن هذه هي عبارة خاطئة لأن التعاون هو علاقة منفعة بين كائنين يعني الكائنين بجرد بهم كي يكونوا المنفعة وبالنسبة لهذه علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر هي علاقة للتطفل وليس التعاون يعني هنا يعاد العبارة هذه عبارة خاطئة التعاون هو علاقة استفادة كائنين أو علاقة منفعة بين كائنين وليس علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر دوزو العبارة الرابعة والأخيرة لا يؤثر تدخل الإنسان على التوازن البيئي وهذا التأثير يدخل ضمن العوامل البشرية بخصوص مثلا قطع الأشجار يؤثر على التوازن البيئي في الوسط البيئي الغابوي كذلك الرأي الجائر يدخل مهم السلوكات يدرها الإنسان ويؤثر على التوازن البيئي داخل وسط البيئي نتمنى لكم كل توفق والنجاح هذا الفرض سهلا ونتمنى أنكم تزيدوا الدعم وقناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري باشتراك والضغط على زر الجرس لكي يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات التي نقدم أنا دائما معكم زيدوا سألوني باش نزيد ندر لكم مجموعة من الفرض مجموعة من الدروس مجموعة من الامتحانة إن شاء الله كنتم معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته